مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم عبر القناة الإلكترونية الأولى في الجزائر قناة الزيرتيب في عدد جديد ومتجدد من لقاء خاص طبعاً للحديث عن موضوع مهم ومهم جداً وهو التأثير المزيف للحياة الوردية على مواقع التواصل الاجتماعي إنسلاخ وانفلات أخلاقي دائماً ما نسجله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب عديدة أسباب نفسية أسباب اجتماعية أسباب مختلفة طبعاً للحديث عن كل هذه النقاط المتعلقة بموضوعنا اليوم أسعد باستضافة الخبيرة القانونية السيدة فريدة عبري أهلاً بك أهلاً وسهلاً بكم سيدي الكريم وبكل مشاهدي قناة الزيرتيوب شكراً لك على قبول الدعوة سيدتي الكريمة يعني أمور غريبة تفاقمت في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبح مواقع التواصل الاجتماعي مرجع بالنسبة للنساء وأصبحت الحياة الوردية هي التي تسيطر على الفكر صحة التعبير اليوم المرأة تقول لك علش أنا ما عنديش الحق ندير كما المؤثرة الفلانية وش الفرق بيني وبينها هي لا رأي عايشة خير مني أصبحت تقارن طبعاً هن المرأة لها حدود في التقليد على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعالقين أعلم؟ نعم هو صراحة سؤالكم يقودوني للحديث عن فكرة الحرية المطلقة بالنسبة للبنات لذلك حينما نبحث عن مدلولات هذا المفهوم علينا بداية أن نتفق إذا كنا نحن معشر النساء نتفق على ماذا تعني الحرية أم لا نحن النساء المؤمنات المسلمات بالتحديد منحنا للإسلام وكرمنا منذ ما يفوق الأربعة عشر قرناً من الزمن لا نحتاج إلى من يعلمنا الحرية لا نحتاج مطلقاً إلى من يوضح لنا ماذا تعني كرامة المرأة في الإسلام لكن مع ذلك ومنذ انتشار مواقع التواصل الاجتماعي باتت هذه المصطلحات على ألم حق كل واحد يغني بغنائه ليعتقد على أن الحرية هي بالبذاء هي بالعري في مواقع التواصل الاجتماعي هي بالحمقات المرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض منهن ترى الحرية على حقيقتها أن حرية كمرأة تبتدئ حينما تنتهي حرية الآخرين حرية كمرأة هي الحرية التي منحني الشرعاء الحكيم ووضع لي ضوابط ووضع لي لي سقف بحيث أنه لا يجوز لي أن أتعدى هكذا حدود ولكن المؤسف أن عينا كبيرة من البنات هنا في أجزائر يتحدثنا عن مسألة الحرية وكأنهن مهدورات الحقوق هن تقول ها وش هو الشي اللي خليك تحسي أنك ماكيش حرة تقول لك لما أمنع من اللايب في مواقع التواصل الاجتماعي فهو كبت للحريات لما مايخلينيش خوية ومايخلينيش بابة نفتح صفحة في التيك توك ونروج إلى محتوى اللهم أي محتوى مايدخلش رحو فيها فذلك كبت للحرية لما مثلا يمنعني الوالد أو الأخ أو الزوج من أنه تكون عندي مداخلات في البثوث المباشرة مع الرجال أجانب تستمر لساعات الصباح الأولى فذلك كبت للحرية فعن أي حرية تتحدثون الحرية لم تخلينيش نسافر الوحدي والحرية أيضا لم تخلينيش نختار أصدقائي ولم تخلينيش نربط علاقات مع شباب لهم علاقات بريئة فهذه ماهيش حرية بالعكس هذا النوع من السيطرة على المرأة وكأننا نتحدث عن الرجل بصفته ديكتاتورة هذه هي الحرية لبعض بناتنا للأسف وأنا أتحدث عن قلة قليلة من لا تمثل المرأة الجزائرية ولا تمثل البنت الجزائرية البنات من صاحبات الفكر العلماني والفكر الغربي هذا الفكر للأمانة نقول هاكم وان بدون خجل هم لا يريدون حرية المرأة هم يريدون حرية الوصول إلى المرأة أعطيني الطريق أي طريق سهل لهم أن نوصل به إلى المرأة وكأنهم رمي يعطيوا رسائل إلى الرجل أنه لازم على كل رجل يخلي مرته تروح تخدم أي عمل بنشوفوها بنتفرجو لك فيها ما تمنعهاش مش لغاية تحهم أنه يحميوا المرأة بيصيرون إليه لا باش أنه يسهلوا طريقة الوصول إليها لما يخرج لنا بعض المؤثرين من محترفي الفكر العلماني والغربي يؤججون المرأة على الرجل يقول لها من حقك أنه تطلبي منه المطالب التعجيزية اللي رك يعرف منه البداية أنه رافضها قل له هذه هي حريتي أنا ما جبتنيش من عندك عبد أنا لست بعبيد أنا كيان مستقل والله ما محابين يعطيه لك الحرية حابين يتحصلوا على الحرية با يوصلوا ليك أنتي شخصيا أنا معاك أنه قليل لي يمرقلها ولكن الجزائريين وأتحدث عن الرجل الجزائري بصفتين خاصة الرجل الجزائري اللي يعرف ماذا يعني الحرية الرجل الجزائري اللي ربانا على القطر وربانا على الحشمة الرجل الجزائري اللي قال للمرأة قالها أنه احنا بالفطرة عقيدتنا للإسلام ونعرف ماذا يعني تكريمنا للمرأة يقول ذلك قال عمر بن الخطابة رضي الله عنه وأرضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فما تبت غينا غير الإسلام دينا أذلنا الله والله وش من الوقت رانا عايشين فيه اليوم غير وقت الذل ووقت الكشف لما نشوف بناتنا وحتى زوجاتنا وأمهاتنا ممن بلغنا من العمر ستين وسبعين سنة عندها صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بها الرقص لأغاني المجلس والهلالية فعن علي أي حرية وعن أي عزة نتحدث طبعا سأعود لنقطة الكبار في السن لأنود هذه الأفا لم تعد متعلقة بالمراهقين فقط سيدتي الكريمة اليوم بسبب المواقع بسبب الأفكار المرأة تغير فكرها أكيد صح يجب أن نكون صراحة مع أنفسنا اليوم تقول لك أنا عندي وظيفتي عندي الأجر الذي أتاقظه ماذا أفعل بالرجل اليوم أصبحت حرة أستطيع أن أحقق أحلامي بذاتي الرجل بالنسبة لها أصبح يعني في خانة لا شيء وكأنه من الكماليات جاجارة حرحة نعم الآن كيف أو كيف علينا أن نحارب لا نقول نحارب وإنما نقول ما هي الرسالة الصريحة التي تقدمها السيدة فريدة عبري مباشرة نعم لكل هؤلاء النساء الذين يملكون هذا الفكر وهي أفكار علمانية غربية رسالتك مباشرة إليه تفضلي أستاذ نعم قلت لك أنها أفكار علمانية غربية ما أتى الله بها من سلطان منذ سنوات خلت كانت أمهاتنا وجداتنا لما يتحثوا على الرجل يتحثوا عليه بكل قيمة وبكل حكمة وكأنه لم تداد لحياتهن ولا استمرار إلا بوجود الرجل هذا الرجل اللي هو الأب وهو الأخ هو الزوج وهو الابن أي مرأة سألها قولها بمن ترفع راسك تقول لك أولا أن نفخر لأنه أنا امرأة مؤمنة وامرأة مسلمة أنا أفخر بالإسلام الذي منحني حقوقي وحريتي منذ ما يفوق الأربعة عشر عشر قرنا من الزمن أنا أفخر بذلك الرجل الذي اختاره للوالد سندا في الحياة نحن لسنا أعرف من الشرع الحكيم في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل في محكم تنزيله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ماذا يعني اللباس ما هي مدلولات اللباس في الشريعة الإسلامية تصوروا أنه كان إنسان عريان في جه اللبس بهش يغطيه ويسطر عوراته هذه هي المرأة بالنسبة للرجل وهذا هو الرجل بالنسبة للمرأة أما كان للشريعة الحكيمة وهو رب العبادة أن يختار مصطلحا غير اللباس ليوثق العلاقة بين المرأة والرجل رب العالمين وقال لك هو اللبسك هو السترك هو عافيتك هو حياتك هو مستقبلك يجي اليوم مؤثرة اجتماعية دير لنا لايف يبدأ عدت ساعة الليل ما يخلاصش إلا وآذان الفجر تقول لنا ما عندك ما تديري بالرجل ركي خدامه تخلصك ما هو يخلص ما تحتاجهش وكأن الرجل خلق للمديات بش يصرف عليها فقط وش تديري بالرجل إذا كان الراجل هذا وش يقدر يقدم لك الراجل في حياتك إذا كان المديات ركي خدامه وبالعكس الراجل اليوم راهو يضيق على حرية المرأة عيش حرة ولا واحد يحكم فيك ما كان يقل لك وين ركي رايحة ما كان يقل لك وين ركي جاي بما في ذلك والديك جاوزنا مسألة الزوج اليوم وصلنا إلى المقدسات ألا وهو يا أولياء الأمور خرجي ديري لايف وصلتي إلى السن الرشد القانوني بابك ولا يمك ما عنده سيطرة عليك ركي بارغة سن الرشد ديري الشيء ليعجبك وما عندك في ذلك لا مجيب ولا رقيب هذه هي العقليات التي بدأت مؤخرا تنتشر مع مواقع التواصل الاجتماعي البعض منها للأسف لقي استجابة من طرف الفتيات المضلة لبهن والدليل على ذلك لما نمشي إلى مؤسسات المجتمع المدني نمشي إلى بعض المحاكم بما في ذلك جنوح فئة البنات وولوجهن عالم الجريمة حتى لما مثلا نمشي إلى الشارع ونلقى أبناثنا بلباس غير محتشم بكلام بذيء بتصرفات غير أخلاقية وكأننا تتماشى مع قيم ومبادئ المجتمع الجزائري نسأل ذلك السؤال المحير ما كان لنا أن نصل إلى هكذا أمور لو لا البعض من المؤثرين والمؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي حينما استقالت الأسرة عن أداء مهامها في التربية والتنشئة ومنحت الفرصة كل الفرصة لهؤلاء لكي يعبثوا بقيم المجتمع وبأخلاقيته بالنسبة أنا لي شخصيا أتحدث عن نفسي لا أمثل الآخرين لا حياة للمرأة بدون رجل ولا حياة للرجل بدون مرأة لما نقول لا حياة فأنا أقصد هذه الكلمة وأعيها تماما لما يحقرون في مجال العمل وما أكثر النساء ممن يتعرضن للإقصاء والتهميش في محيط العمل إلى من نلجأ بعد الله عز وجل ألا نلجأ إلى الزوج الذي هو السند وهو الحمية وهو كل شيء أعطيني مرتراج المحقورة ولكن المرأة لما تكون وحدها ولما يغيب هذا الرجل كان أبا أو أخا أو عما أو زوجا تستباح مجتمعنا نعرفه تستباح المرأة في كل شيء لما يكون الرجل غائب لا أتحدث عن الجميع من هن من النساء من كانت رجلا ومرأة مرأة داخل الدار براني راجل كيفي كيفك ما تدناش لي لأنه أنا لرباني راجل ولي قراني راجل ما تستباحنيش ياك تعتقد أنه أنا لما غاب عن الرجل ترملت أو تطلقت أو بابا مات أو ما عنديش خيبتي عندي غير ابناء احنا في الدار فهذا مبرر أنك تستباحني يا رجل لا والله والله ما تدنها لي لماذا؟ لأنه أنا أحمل من القيم والأخلاق ما لا تحمله أنت ولكن في بعض الرجال لا يفهمون هكذا ثغة ولا يفهم أن المطلقة والأرملة عند رب العالمين وكأنها أختك تبشي في الشارع ولا يعلم أن المرأة لخرجت معاك للعمل ولتقف الند للندلك وتقدم أفضل الصغر لما يجب أن تكون عليه المرأة فهي بذلك مستبحة لو الله يا سيدي بعض النساء لي خرجها الشر لله غالب لو تحتطلب عندها عملها وعندها شهادة خرج التعمل على أساس أنها تخدم مع أخوها أو إذا كان رجل كبير تخدم مع بابها فإياك أنك تستبيحها وتقول أنها مباحة لك لا والله لا الإسلام قلت لك أنه كرم المرأة ولنا في صحبيات الجليلات ولنا في النساء المسلمات عبرة شوفوا الصحبيات الجليلات لما كانوا يخرجوا إلى المعارك أيهما ربما أشد قصوة على المرأة أن تقعد في عمل وتأدي رسالة أو أن تخرج إلى المعركة ومع ذلك كانوا يخرجوا بشرف ويعودون إلى ساحة الوغى وإلى بيوتهن بشرف لماذا افتقدنا مثل هذه القيم ومثل هذه الأخلاق دائما أقول وأكرر الرجل والمرأة هم بالفطرة خلق الله الرجل للمرأة وخلق المرأة للرجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هذه الحقيقة جميل جدا كلام جميل جدا من الأستاذة فريدة طبعا المرأة اليوم سيدتي كريمة ولت دير مواقع التواصل الاجتماعي مرجع في كل شيء مرجع في اللباس مرجع في طريقة العيش مرجع في كل الأمور اليوم أصبحت تقول لك أنا نخير زوجي حسب مواقع التواصل الاجتماعي أنا شفت المؤثرة الفلانية متزوجة من فلان وتركها على عينك يا تاجر كما يقول الأشياء في سوريا نحيوهم من هذه المناسبة تقول لك أنا نتزوج بإنسان يخليني ندير لايف خليني ندير مباشر يخليني نتواصل مع جمهوري الذي يحبني والذي يعشقني والذي يهيم بي والذي يتابعني دائما والذي دائما يعجب بصوري ويعجب بملابسي ويعجب بأفكاري وبأشكالي تقول لك المرأة اليوم هناك بعض الفتيات طبعا لا نعمم هناك فتيات ضعيفات طبعا المرأة معروفة أنها تملك ذلك الشيء النفسي اللي يخليها ضعيفة أمام كل هذه المؤثرات وهذه التأثيرات اليوم هل من المعقول أن المرأة تختار زوجها مثل ما تختاره المؤثرة ومثل ما تراه في المواقع التواصل الاجتماعي صح هل هذا شيء طبيعي بالنسبة لك مستحيل يكون هذا شيء طبيعي لنتفق بداية على أنه مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان فيها سلبيات ففيها إيجابيات أكثر لطالما كانت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للمرأة باش تبرز مواهبها وتبرز كفاءتها اللي تخرج مثلا عندها محتوى في الطبخ لعندها محتوى في الخياطة نملك نماذج نملك نماذج ترفع لها القبعة ومن هذا المنبر نوجه تحية لكل سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتواها إيجابي يعطي الصورة الحسنة لما يجب عليه أن تكون المرأة الجزائرية المسلمة بالتحديد جميل من الجهة المقابلة في بعض السيدات ما لديهن محتوى أو يؤمن بأفكار ويحاولن ترويجها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكأننا نقلو في الحشيش ما نفهموش أنه ما هي هذه الحقيقة استحيل تكون هي هذه الحقيقة تخرجنا السيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحكينا على الحرية الممنوحة من طرف زوجها يومياتها يومياتها في مواقع التواصل الاجتماعي كيف أنها مسموحة لا تسافر بدون محرم كيف أنها مثلا مباح لها أنه تختلي إلكترونيا برجال في ساعات الليل تتحدث معهم بكل كلام دون مع حدود بدعوة أنها مسموح لها أو ممنوح لها الضوء الأخضر من طرف زوجها في سيدات مسموح لهن أنه مثلا يقصدوا بعض الأماكن بتربيتنا وبأخلاقها ما نقدروش نروح لها إحنا نسى لأننا نكذبوش على بعضنا كين بعض الأماكن لأي مرة تقولها تقول لك العياذ بالله ما نروحوش لهذه الأماكن إيباء بعض هذه النساء يعطيوا الفرصة للسيدات وكأن هذه الأماكن شكولي قال لكم وعليش ما زلتم متخلفات إذا هذا الحد لما هذه الفكرة توصل إلى على الأقل مليون سيدة ونفترض فقط أنه صحبة الصفحة عند هالملايين من المتابعات لنقل أن مليون فقط هم من القاصرة أو من الفتيات هم الفئة المستهدثة الفئة المستهدثة أو حتى من الفتيات اللي يكونوا ضحايا ضعيفات شخصية ضحايا انفصال الأسري لأنه دائما الفتاة حتى يتأخر بها الزواج تأثر نفسيا من ضغوطات المجتمع تبحث عن هكذا النوع من الحرية وتلقى دائما شخصيتها هشة للدرجة أنه يقدر يفوت فيها هذا المأخذ أو ذلك الكلام فلما تختار الزوج تقول لك أنا سوف أختاره على المقاس الفلاني هذا المقاس اللي سمعته في مواقع التواصل الاجتماعي تمر لها سنة وسنتين وثلاثة وهي تبعث عن الرجل المناسب فلا تجده في الشباب الجزائري إلا ما رحي ما ربي فأين تلجأ إلى زواج الماديات إلى زواج المصلحة بما في ذلك زواج الأجانب وأقصد بذلك ارتفاع وثيرة الزواج من الأجانب من الخليج ليعتقدوا بناتنا وللأسف أو حتى بعض أولياء الأمور أنه إذا متهنتش معها جيب منه أطفاله ولا بنت وتورث من عنده جيب من عنده الثروة جيب من عنده الثروة الملوك أنه يبيعه في ابنتهم نمعك أنه قلة قليلة لا تمثل المجتمع الجزائري ولا تمثل عقلية المجتمع الجزائري ولكنها موجودة كفانا نغطيه الشمس بالغرباء وهذا ما رامي تزوجه في المحاكم وجيه بعض الطلاق وولادهم مزدوجين جيسية من يشكون هذا من يطحوا علينا وليتزوجوا بالأتراك من يطحوا علينا وليروحوا يتزوجوا حتى بجنسيات أجنبية ويقولوا أنه دخلناهم في الإسلام معليهش والله أنه يشرفنا أنه لما جزائرية ترتبط بغير ديانة وقبل أن يرتبط بها لأنه لا اجتهاد مع نص شرعية الزوجه مسلم ادخليه في الإسلام والله زيادة فينا زيادة فينا أنه تتزوجي بواب إنسان مسيحي ولا من ديانة أخرى ويدخل في الإسلام فهذا يعني أنه بتخافي رب العالمين ولكن البعض منهن يقال أنه مشكوك في ديانتهن أنت من الأئمة والمشايخ والدعوات إلى الدين ما قدروا تقدر عليهم أنت في ثانية والدخلية للإسلام كانين الناس يقولوا بعد طلاقهم يقولوا نحن لم نكن مسلمين بعض الخارجات لست أدري إذا كانت صحيحة أم لا ولكن بعض من الأزواج لما بمجرد الإعلان عن الطلاق بينه وبين المؤثرة لا أقول جزائرية عربيات لا أتأمن نحكيش دائما على جزائرية حتى العربيات من جنسيات مختلفة يتزوجوا من الأجل موجود هذا الشيء موجود هذا الشيء سيدتي كريمة ويقول لك دخلنا على المباشر على المباشر الآن جميع يشاهدنا رسالتك للمرأة كيف تختارين الرجل تختارين رسالة مباشرة نعم في رسالة مباشرة طبعا إلى المرأة كيف يمكن لك أن تختار رجل ويقول لك هذا الرجل بمثابة سند والله أنه لا المال دوم ولا الجاه دوم ولا السلطة دوم ولا النفوذ دوم فلو كانت لغيرك ما وصلت إليك اختار الرجل الذي على خلقه النبي عليه الصلاة والسلام قالها منذ ما يفوق الأربعة عشر قرنا من الزمان من أراد منكم الباءة فليتزوج فإن الزواج إنما هو حصن الزواج هو الحصن المنيع للرجل كان أو المرأة لذلك من أتاكم إذا أتاكم من رأيتم فيه الدين والخلق فزوجوها كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار أمرا آخر كان بإمكانه إنه يقول إذا جاءكم إنسان وعنده مال ومديات زوجوه ما تقولوش لا لا وكان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول إذا جاءكم رجل وكان ذو منصب وذوي جاهن فزوجوه لكن لم يقل لا هذا ولا ذاكا قال الخلق والدينة لما يجي لك إنسان متخلق متخافيش منه ولما يجيك إنسان متدين متخافيش منه متخافيش من الإنسان اللي يخاف من رب العالمين والله لما تكون الأمور بنتكم من منذ البداية مبنيه على القيم وعلى الأخلاق وعلى تدين تأكدي أن رب العالمين والله ما يخليك وتأكدي أنه رب العالمين إذا حب هذا الرجل يوماً ما أنه يظلمك يوقف معاك رب العبادة وما يخليك يشتغبني ولو بعد حين جميل جداً وجهتي رسالة الآن للمرأة نعم قلت إلى هذه الطريقة يتخيري بها الرجل نعم أن الرجال قد يتحمسون أيضاً الراجل يقول لك الآن كيف أختاره كيف أختاره الزوجة نعم وهي نفس الرسالة ربما لنوجهها للرجال لطالما تهمت أنا شخصياً بأنني أقف دائماً إلى انحياز نوعاً ما إلى جانب الرجل دون نعني المرأة والله ما كان هذا الأمر بصحيحة شوفوا كل تدخلات دائماً لما يتعلق الأمر بهموم ومآسي على المرأة في المحاكم أقف دائماً جدار صد لهذه الأخيرة أقف إلى جانبها ليس من منطلق أني امرأة ولكن من منطلق أن الحق حق والباطل باطل يا مسيدات في مختلف مؤسسات المجتمع المدني يقصدون ويحكيوا على معاناتهم مع الرجل والله أنه عيب كبير بالنسبة للرجل لما يجيب السيدة من عقر دارها من عند بابها معززة مكرمة وهينها في بيت والدها بحجة أنه أنا الرجل وأنا صاحب السيطرة وأنا الدكتاتور في الأسرة من العيب بما كان أنه يتهان المرأة وأنه تستباح قيمتها ووجودها في الأسرة بحجة أنه أنت امرأة ناقصة وعقل ودينة لا أعتقد أنه هذه الكلمة موجودة في حياتنا أو موجودة على أرض الواقع لما تجيب مرأة يا سيدي الكريم أعلم أنها جبتها من عند راجل معززة مكرمة كيف يختارها أولا؟ نعم ما أكرمهن إلا كريمة وما أهانهن إلا لئيمة أقصد بيوت الرجال وما تخافش وروح للدار اللي فيها الرجال لما تروح للدار وتلقى فيها الراجل يحكم والأخ يحكم خرجها للدار وما تخافش لما تلقى بنت وصلت إلى مستوى تعليمي معين إمرأة مثقفة والله ما تخاف منها وهذا لا يعني أننا بذلك نقول للمرأة لمساعة تهاش الحظ أنها تكمل دراستها أنها غير قابلة للزواج والله ما أكثرهن الشريفات العفيفات اللي راهم في بيوت الرجال يستنوا منكم فقط تطرقوا الباب وتقولوا جيناكم بالحسب والنسب طالبين بنتكم لوليدنا نحن هذا الأمر غير موجود راكم تخليوا العفيفات الشريفات وتخطبوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي راكم تخليوا البنات اللي مربيات واللي متخلقات واللي متربيين في بيوت الرجال وعندهم من الأخلاق ما عندهم ومع ذلك تقول اليمك لا لا يما ما تجبيها ليش قد تكون هذيك مرأة معقدة وما هيش شايفة وما تعرفش للحياة ومآسيها والله غلطكم الإنسان اللي قال لكم أن المرأة اللي قاعدة في الدار أو المرأة اللي مقرأتش أو المرأة اللي ما عندهاش منصب عمله أو المرأة اللي ما عندهاش سكنة لا تصلحوا لأن تكون زوجة وكأنكم تحوسوا على المرأة للماديات فقط تحوسوا على الشهرية أو تحوسوا على الدار مايش عقلية المواطن الجزائري ومايش عقلية الرجل الجزائري اللي عودنا دائما أنه رجل حقيقي بامتيازه والله أنه بناتنا سعينا باش نربوهم أفضل تربية وعني أتعانينا معاهم يا موالدين تلقى عنده سبعة في الدار تلقى من الأخلاق والتنشئة ما تلقى ومع ذلك ولا يمشي ويقول أنا بناتي علش ما جاوش خطبوهم وعلاه ولا واحد قصد باب الدار وقال لي جيناك بنا خطبوه ما وحده منهم لما يسأل نفسك أو نسألو احنا نفسنا في تدبر وصمت ونقول وعلش هذو البنات بلغنا من السن 30 و40 سنة ولا واحد اطرق الباب يقول لأنه بناتي ما خرجوش وبالتالي الناس ما شافوهمش لا والله ما هذا هو المبرر في عيهنا من الرجال يا سيدي كريم إنما يختارون النساء لأهداف مادية معينة لأنه بناتك ما عندهمش الماديات ما جاوش قصدوهم رسالتي من هذا المنبر لكل رجل إذا لقيت من ترضى دينها وخلقها فتزوجها إذا لقيت اللي تعرف أنه باباها رجل واخوها رجل وخارجها من بيترجال اخطبها وجيبها لدارك فوالله إنها أكثر النساء لتحميلك شرفك وتحميلك كرمتك وتربيلك ولادك وتشوفهم في أعلى وأرقى المناصب هي رسالة فقط جميل جداً الرسالة والله شكراً لك أستاذ عبد الفاضلة طبعاً يا معشر الرجال كما قالت الأستاذة فريد عبر اختاروا من يصلحون أن يكونوا سنداً لكم في حياتكم وهذه الرسالة مميزة من سيدة فريد عبر سيدتي الكريمة نعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي الطامة الكبرى في هذا الزمن اليوم أصبحنا حقيقة نتأسف لما نرى في مواقع التواصل الاجتماعي يعني حان وقت الردع أنت تتكلمتي على ذلك في عدة منابر قلت حان وقت لتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي اليوم سيدتي دائماً نعود إلى دور الأم نعم صحيح نعم الأم لها دور محوري طبعاً نحن لا نسقط دور الأب أكيد له دور ولكن الأم طبعاً هي المدرسة التي تنشئ الأجيال سيدتي الكريمة اليوم هناك أمهات للأسف للأسف نتحصر لما نقولها اليوم يفتحون مواقع تيك توك سواء أغلبية هذه المعطيات تنطبق على المرأة يعني على الفتيات تفتح مواقع التواصل الاجتماعي لبنتها مواقع الحساب على تيك توك هذه الطفلة في عمرها عشر سنوات 13 سنة 14 سنة لا تفقه شيئاً في الحياة هذا وين بدأت بسم الله تفتح لها مواقع تيك توك وتتركوها على كما نقول على المباشر في بث مباشر لاي وتشجعها تقول لك هذه بنتي وننحررها من القيود وما خرجهاش معقدة وخلوها وتركوها في مجالها ثم تحدث الطابة الكبرى اليوم اليوم هو يوم الرسائل ما هي رسالتك للأمهات اللواتي يفعلنا هذا ويفتخرنا بذلك واي المجاهرة بالمعصية مجاهرة بالمعصية هي من الكوارث نعم وكنا دائماً نوجه رسائلنا للأمهات ونقول لكم أنه جزء كبير ربما من السلوك المنحرف لبعض بناتنا أنتم المسؤولات عنه جزء كبير من الحراف بناتنا كيف ذلك؟ وتوجههم إلى الطريق الشمال إنما أنتم المسؤولات عنه أنا لا أعمّ دائماً إنما أنا أخصص أنا لا نعم لا نعم إنما أخصص على فئة من الأمهات عندهم مفاهيم مخطئة لما يجب أن تكون عليه التربية الحديثة ولما يجب أن تكون عليه مسألة الحرية تتذكرون ما قلته في سؤالكم السابق حول ماذا يعني الحرية بالنسبة للمرأة وللأم بصفة عامة الحرية دائماً لعندها ضوابط وعندها حدود اليوم الأم تقول لك أنه تماشياً ومبادئ التربية الحديثة فأنا لابد أنه نعطي البنتي هامش منها الحرية تخليها تشوف هذا العالم حتى تتعلم من أخطائها ومش هي الأخطاء التي تريد أن تتعلم منها هذه البنتك في هذا السن فاهميني أنا وش الخطأ لأنك حاب تعلميه البنتك بنتك فشلت في الدراسة ومعلمتها ومضربتها لأنه علاش حبيتي تعلميها باش تعطيها فرصة راني معاك ورى فينا اللي ذاته معلم بنتك خطأت ربما دارت علاقات مع صديقات ونبهتها من هذه العلاقة ولكنها بقعت ماضية فيها إلى أنه هذه البنات ربما علموها سلوكات ميشبلحة معاك في هذه أنه تصرق ولكن لما بنتك تخطأ الخطأ الأكبر الجسيم وتقولين أنه هذا يعتبر من الحريات لا لا يا سيدتي الكريمة في أخطاء من أخطاء ولما نحبه نرجع عن السبب لخلى هذه البنت تمشي هذا المصارى نعرفه أنه بفضلك أنت لما افتحتي لها أحد مواقع التواصل الاجتماعي وشجحتيها على أنها تبدي بأفكار نقدر أنها غير مهذبة أو بالباس غير مهذب أو أنها تحترف الرقص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أن لديها موهبة أو بحجة أن الأمر هو نوع من الحرية للشخصية ما يريد أن هذه البنت اختارت هذا المجال هواية فأنا أفتح لها الباب على بسرعيها جزء أو عينة من الأمهات من يحترفنا هكذا تفكير لكن من الجهة المقابلة أنا أستسمحكم نعم في واقعة حدثت لي أنا شخصيا دعيت إلى أحد جامعات الوطن من أجل في إطار طبعا نشاطنا كفواعي للمجتمع المدني من أجل الحديث عن غزو الجريمة المحيطة للجامعي نعم فكان الحمد لله كان الحضور الجلل بالنسبة للطالبات والطلبة الذين يودون معرفة ما هي الضوابط التشريعية بما في ذلك الضوابط الأخلاقية لمختلف السلوكات داخل الجامعة حضر معنا يومها رجل دين حضر معها يوما ربما كنت أنا ممثلة للجهة القالونية حضر معنا أخيصائيون في مجال علمنا ثواع علم المدى كاترة نعم حتى سلطات محلية مؤسسات أمنية باش نوعيوا دائما شبابنا والطلبة هذه الشريحة بالتحديد على أنه أنتم هم ثمار المستقبل نعم 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 أنا علش نحيها من كتافي به لبسك أنا كأم وعليش كأب نبذل قصارى جهدي باش نشوف فيك شيء نافع للمجتمع والوطن نختخر بي نوما لابد أن يكون عندك فكرة على أن الجامعة هذه حرم وأن الجرائم التي أصبح تغزو الجامعة لا تمثل الطالب الجزائري ذلك الطالب الذي خرج في ستينيات القرن الماضي يطالب الاستقلال ومنه انفجرت الثورة ذلك الطالب الذي كتب بيان أول نوفمبر لابد أن الجميع يعرف أنه كاتب بيان أول نوفمبر هو طالب جزائري من داخل الجامعة كتب البيان الذي أصبح اليوم مرجعية للدولة الجزائرية ولكل القضايا العادلة في العالم ماذا حصل السيدة فريدة عبري؟ الذي حصل سيدي كريم أنه بعدما لقينا مرافعتنا وعفونا لقينا هذه المداخلة بالطريقة التي سردتها على مسامعكم الكريمة تقف إحدى الفتيات بعد مجموعة من الأسئلة من طرف الشباب وفتح باب المداخلات طبعا قالت لي واحد السؤال والله أنه أنا في البداية استغربت ونوع من الارتباك ولكن الحمد لله أنه أنا كنت أوجه ذلك الكلام ليس لها فقط ولكن لكل من يقول هكذا رسائل وكأنه يريد تقزيم دور المرأة في المجتمع أو تقزيم دور المرأة في الإصلاح فقالت قتلي يا أستاذة الكريمة حوالي وأنا أحسب لك الوقت حوالي ساعة وعشر دقائق وأنت تسدين النصائح للجموع الحاضرين هنا والواضح أن نصفهم هم من الرجال أول تعلمين أن صوت المرأة عورة هكذا قالت أمام الملأة أول تعلمين قتلي أن صوت المرأة عورة صراحة كان يريد رجل الدين أن يجيب ولكن قال لي أستاذة أجيبي أنت فالخطاب موجه لك أنت امرأة وهي تقول أن صوت المرأة عورة أنا صراحة أجبتها هذا السؤال حتى نلقاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما دائما أكون أنا أو أحد السيدات بما في ذلك وأنا لا أدعي التدين فأن أكون رجل دين أو فقيه وما جئت يوما أخاطب الناس على أن أنا مرأة دين أو أني أفقه من الإسلام ما يفقه رجال الدين وذوي الاختصاص والشأن فذلك والله شرف أنا لا أدعيه ما حضرت يوما ندوة وقلت أنه أنا أحفظ كتاب الله ما جئت يوما إلى ندوة أو مؤتمر وقلت لكم أنه أنا يا ناس عندي مؤلفات في الديل وأني أعرف مداخل القرآن ومخارجه والله يوما ما قلتها أنا أقدم رسالة أنا امرأة قانون لا أكثر ولا أقل أتحدث بالصيغة القانونية وأقدم موعظة بإسقاط القانون على المجتمع فحتى نخلص إلى النتيجة قلت بما أسلج صدري يومها لماذا لا توجهون هكذا خطاب صوت المرأة عورة لمغنيات الملاهي وأنتم تستقدموهن إلى أفرحكن ليحيون الأفرح والليالي الملاحة لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة وأنتم ترقصون في مواقع التواصل الاجتماعي على كلمات موسيقاهم لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة وأنتم تعلمون بناتكم وأبناءكم كلمات هؤلاء من مغنيات الملاهي لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة وأنتم تبيتون الليلة تتصامرون مع الرجال الأجانب في بثوث مباشرة ما أتى الله بها من سلطان تستمر إلى ساعات الصباح الأولى لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة إلا حينما يصدح صوت المرأة بالحق لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة إلا حينما تستمعون إلى الباطل فتحولون الباطل إلى حق والحق إلى حق أنا ما أعلمه علم اليقين أن الله عز وجل في محكم تنزيله وإن كنت لا أحفظ الآية ولكن في مدلول هذه الآية فيما يتعلق بإخضاع الصوت أنا ما أعلمه وما أتذكره أن الله عز وجل قال في محكم آيته فلا تخضعنا بالقول ذهبت للبحث عن ما يعني هذه الكلمة فلا تخضعنا بالقول فأدركت أن معناها ذلك الدلع والتغنج في الكلام ذلك الكلام أو الصوت الذي يراد منها أمور غير الإصلاح لكن أنا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا ولست أدري إذا كان هذا الحديث له مسند صحيح أم لا لكن قال خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ويقصد بذلك عائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين التي علمت الصحابة وعلمتنا جيلا بعد جيلا سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأم سلامة التي كانت من أولى السيدات في المعارك تتحدث إلى الصحابة وتداوي الجرح لدينا صحابيات جليلات وذات النطاقين من بلغنا الرسالة الإسلامية وتورثناها جيلا بعد جيلا لا أعتقد أن من كانت رسالته الإصلاح صوته عورة لا تكيل الأمور بمكيالين أحناهما مر صوت المرأة عورة ما كان يوما ليكون عورة لولا أن كن من أردتن تسويق صورة سيئة لما يجب أن تكون عليه قيمة وسمعة المرأة المسلمة هذا ما قلته سيدي الكريم عطفا على السؤالة على ذلك السؤالة لدائما لما تكون بعض السيدات لا يريدنا إلا إصلاحا بالمجتمع يتعرضنا إلى القيل والقال وتتعرض رسالتهن إلى التشويهة أنا معك أنني بالنسبة لأنا شخصيا بين أن أستمع لطالما استمعنا إلى رسائل الإصلاح من طرف الرجال تتلمذنا على يد رجال تلقينا دروسنا الأولى من طرف رجال نرفع لهم اليوم القبعة جزاهم الله عننا كل خير لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغ عني ولو بآية أنا إنما هي الإصلاح ولا أكثر ولا أقل هذا هو رسالتك جميل جدا أستاذ بسبب كل هذا الهرج والمرج الموجود في مواقع التواصل الاجتماعي مش شاب يقول لك أنا ما نزوش أصبحت آرال عجب العجاب سواء في الشارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي ما يرسالتك له هل توافقينه الرأي صراحة أنا لا أوافق الشاب اللي يقول أنه اليوم أنا ما نزوش بالنظر إلى التجارب السيئة الموجودة على أرض الواقع يا أخي الله رب العالمين خلقوا فرق كما كين سيئ كما كين الحسن كما كين صالح كما كين طالح كما كين ننسى ما مشتع الزواج للأمانة كما كين الرجال ما هم مشتع الزواج وما هم مشتع مسئولية يديها من دار باباها الله يبارك عدرة عدرة تقول للشبس طلي ولا نطل إلى أدب وإلى أخلاق وإلى جمال يديها لدارة دارهم شهر شهرين ويقول لهم يما ما عجبتهاش ويما كذي كانت عامية نهار لجاءت خطبتها مدار ولا وكيف أمكن لك أنه مدة شهر أو شهرين تقول أنه البنت هذي ما يشي مليحة وينعرفت حقليتها بلك مسكينة ما والفتش كين رجال طلقوا نسائهم بيدعوة أنهن ليسا اجتماعيات قالوا مرتينة ما تعرش تهدر ما تعرش تجمع مع الجماعة قالت له هذيك البنت يا أخي أنا مشي ما نعرفش ما ما يشي حقليتي وليك أنه أنا بابا رباني أنه أنا ما نعرفش الصوت المرتفع أنا ما نقدرش نهدر و الكبير يهدر ما نقدرش نقاطع الناس ما نقدرش ندخل فيه مجمع أنا ما نفهمش فيه إذا كنتوا تحكيتوا مع الطموبيلات أنا ما نفهمش في الطموبيلات وإذا كنتوا تحكيوا على الصفر وعلى الجزر وعلى الدبي وعلى المغرش أنا ما نعرفش أنا ما نركبتش طيارة أنا الحاجة اللي ما نعرف اللي هاش من نفتيش فيها جاء وقال أنها معقدة نفسيا فإنه هذه البنت غير مؤهلة غدوة نجيب معها أولاد أي اليوم خير من غدوة أو بالفعل طلقها بعد شهر أو شهرين وكأنه زواج ومتعة البعض منهن أيضا نقولها لك ومتمنى أنه الشباب يكونوا يستمعوا فينا في فرق كبير بين البر بالوالدين بحقرة ابنة الناس يعتقد أنه البر بالوالدين أنه البنت هذه بالنسبة للوالدة أو الوالد أنه يحقروا هذه الكنة ويمشيوا عليها أكلمهم ما يخلوهاش طيب ما يخلوهاش تتمتع بحياتها الزوجية يطلبوا منها مطالب تعجيزية يعنفوها يضربوها ولما يجيوا أوليدهم أو يحكموا فيها ما تدخليش وما تخرجيش وما تزوريش بابك وما تخدميش وما تكمليش قرايتك ولما يجيوا أوليدهم للدارة يحكموا عند الباب ويقولوا له واش جبتنا للدار ها فيها واش فيها واش فيها والمرأة ليما تطيعش بابك ويمماك يا ولدي ما نحتاجوه هاش عندنا والابن روح يطلق للبنت في المحكمة ويقولهم أنه غيروا بارتين بأهلي والله أنه في فرق شاسع بين البر بالوالدين وبين أنك تحقر بنت الناس ويا ما قضى يا سيدي الكريم عرضت على مستوى المحاكمة الجزائرية والابنات يقولوا احنا ما طلقناش الراجل طلقتنا العجوزة وطلقتنا الشيخ ونقول هاكم أيضا للأمانة باش توصل للرسالة نحن دائما لما يتعلق الأمر بعلاقة الكنة بالعجوزة نكيلوا الأمر بمكيالين وانت خربت الأسرة وانت خربت العائلة لما ولينا نقيسوا كل حاجة بشي اللي يرضي رغباتي نحنا مش بشي اللي يرضي العقل ويرضي المنطق ويرضي الله عز وجل بنت ريمهنية في دار راجلها ولبس عليها تقسي ويمها قولوا لها بنتك والله إليه مهنية في دار راجلها لأن الحمد لله يا ربي لأنه بنتي ربيناها بنتي ثقفناها بنتي قريناها بنتي شبعانة في دار بابها بنتي علمناها واشنو هي أصول التربية على هكذا راجلها رأو فرحان معاها وراجلها رأو مهني معاها وراجلها ملقاش مشاكل معاها نسألوها من الجهات المقابلة كنتك وليدك رأو فرحان مع كنتك وليدك راوي يخرج مدار يضحك وليدك عمره ما قال عندي مشاكل شوفي وليدك فراوي يديها يخرجها يفرح بيها لما يسافر تسافر معاه ولما يروح يشري عمره ما ينساها ويشري لها معاش يبا يفرحها لأنه اللي يفرح مرته ويصنع منها زوجة صالحة صدقوني قد تكون هذه المرأة سبب في دخوله إلى الجنة والله وكانت عنده كل العيوب وكانت عنده كل الخطايا ما هو السبب لي خلى وليدك سعيد مع بنت الناس والله أنه دارت للسحور سحراته هذي كنتي رأي من عمد سحرات ما تخرج هذي كنتي ما فيهاش الخير هذي كنتي عاملة وصانعة وها فيها واش فيها واش فيها حلال عليكم وحرام علينا بنتك مربية بنت الناس ميش مربية وسحرة هذا هو المنطق اللي خلى بعض السيدات ينفرون من الحياة الزوجية بعض السيدات يقولون أنه خلاص وصل الموس للعظم لدرجة أنه روحنا درنا دعوة خلع لأن الحياة مع أم الزوج لا تطاق كش ما عندك مشاكلة مع راجلك ضربك لا لا أهانك لا لا عنفك لا لا كش مثلا يوم أساء ليك أو ارتكب حاجة على الأقل خطيئة بالنسبة ليك قسمت لك ظهرك والله ماش تنولد الناس إلا كل خير ولكن باباه يما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يما ديرتني في رأسها ما خلتني نفرح ما خلتني نتهنى وإحقاقا للحق لا أكثر ولا أقل الله عز وجل هذه سيدة قالت هالي أنا شخصيا ظهرتنا في مكتب جمعية وقالت هالنا قلت إحقاقا للحق لا أكثر ولا أقل ومسكنا والله أنه لما قلتني أنا شخصيا والله لبكيت وقال حكيت لك سيدة ما لا من الأدب لا من الجمال لا من الحكم لا من الثقافة لا من القراءة قتل قرأت آيات القرآن كلها فما وجدت كلمة البر إلا واقترنت بالواردين وقال تعالى وبالواردين إحسان ولم يأمر الله بالبر إلا بالأبي والأم لم أرى برا للزوجة فلا فأنا قررت أن نرفع قضية خلع ونخلع روحي من هذا الرجل حتى تبقى علاقته باباه ويماه علاقة طيبة فضلت أن ننسحب دبلوماسي دبلوماسي أحيانا يكون بعض التنازل قوة لا ضحفا أنا انسحبت لإنقاذ الموقف ما عليش أنا أقولوا علينا ما نشملح ولكن هذا ولدكم أيا كانت الظروف ولدكم بقى على أخير يولد الناس هذه شجاعة وهام أولادك تشوفهم وقت محبيت وهذه الأولى النفقة ونعرفك ونعرف تجيبك وش فيه يوم ما يكون عندك مبخلتناش ويوم ما عندكش راني معاك خليني أنا منسحب وخلي علاقتك ببابك ويماك لبسا عليهم ولكن لما يلتقي الخصوم عند الله عز وجل يوم الحساب والله وتكون انتوية من الحج ما تخرجوش غير أنا أنه أقف لكم عند باب الجنة ونقولوا يا ربي قبل ما يطور الحساب أريد أن أقتص منهم ومن يشمس محطهم لا في الدنيا ولا في الآخر يويلوا لي ظلموا لي يويلها لي ظلمتوا لي من العجيز والشيوخ يويلكم اللي ظلموا لي والله أنه ابنت الناس ما مش لعبة عندكم ابنت الناس عمرهم جيبوهم معززات مكرمات مبيوت باباهم نهار اللول جوا تخطبوا وتقولوا لهم رانا دايرين هكي بنتنا وأنه البنت هذه احنا رانا بالنسبة لنا معززة مكرمة والله ما تشوفوا ما تشوفوا مننا لعبة تدوها شهر شهرين وبعد تدوها الضيف وتقولوا كان هنا وراح المخلوقات في دار باباها حتى توصلها لمحظة القضاء ويقولها زوجك رفع عليك دعوة طلاق وين البنت تبدأ تضرب أخماس بأسدسة لو وش درت وش هو السيئة اللي ارتكبتها لش يكون مصيري هكذا مصير البعض من هنا يستسلمنا لأقدارهن والبعض منهن كل صلاة حسبه خمس صلاوات ويتحط السجادة وتدعي لك الله لا يربحكم الله لا يوفقكم وكما تدينه تدين حسبي الله ونعم الوكيل احذروا هذه الدعوة فقيمتها عند الله قوية وكأنك سيمون طيط قضيتك القاضي السماء ولما تعطي قضيتك القاضي السماء شكون يحلها وشكون يسلكها الله مستحن سيدتي الكريمة نختم بمصطرح خيانة المجالس عن طريق مواقع التواصل الاجتماع كيف تحليقينها شفت وش قلت الكلام كامل والله ليس أحظمهن أكثر من خيانة المجالس كيف ذلك خيانة المجالس التي انتشرت مؤخرا في أوساط بناتنا وأبنائنا بمن فيهم الذين بلغوا من العمر ستين وسبعين سنة كنا نعتقد أنه نحن الشباب فقط أو نحن من بلغنا من أو وصلنا إلى سقف الأربعين ما نخطئ هكذا أخطاء كنا نقول بلك المراهقين بلك الشباب ليغلطوا هكذا أخطاء اليوم حتى في صين مع المثقفين ومع النخبة ومع من هم محسوبين على الأخلاق وعلى الدين وعلى التربية ترقاه قاعدة معاك ومترك تحكيله في مشاكل عملك والتليفون راه مفتوحه راه يسجل تحكي معاه في الميسنجر اليوم أنا والله انضريت من هذا الشيء من المدير ما الله معجب من الحال كابتر ديكرو مباشرة على الطائر تحكي معاه وفي اعتقادك أنه راه وحده فاتح مكبر الصوت والناس والمدير يسمع والزميل يسمع والبعض منهم وستطبيه الوقاحة أنه يروح يقدم هذه الأمور إلى رب العمل لتاعك فيوقفك عن العمل لأنه علاش قدمت هلو بالصوتي والصورة تسمع فيه وش راي يقول عليك وانتع لني تقول له ما قصد شي مباشرة كنت متعب كنت متعب كنت عيين ما كنتش في النهارة يروح يلحق هلو بنات يحكيوا مع بعضاهم في كابتر ديكرو مرام أخطوبا عندها خطيبها تفتنتوا معاه حكمت صاحبته وتحكي معها في الميسانجر فوالا نحس بلينا نحن نحب السمع اليوم اليوم قال لي كلامه الله الله ما عجبني ورني الشيكة فيه وفاعتقاده أنه هذا الإنسان ما رحش يصلح لي يا كزوج قالتها في لحظة غضب الأخرى كابتر ديكرو تبعث هالو تستاهلي تستاهلي انتي الفم المزموم كما قالت ما ما تدخلو ذبانا لو كل واحد فيه نيشد فمه والله والله ما يسراوش هذو المشاكل ذلك أنا قلت لك أنه خيانة الأمانة لعنده من الكبائر وحتى في شرعنا الحكيم قال إنما المجالس أمانة تعرفش ما عنت الأمانة تعرفش ما عنت لما نحكي لك أنا عن النيتي وتوصلها إلى الآخرين أو تفتح مكبر الصوت أو تدير كابتر أو تيلي شارجيلي فيديو وأنا نحكي معاك عن طريق الكاميرا وتحتعطيها الإنسان بيأذيني في خبسته أنه يوقفني عن العمل أنه باش يوقف لي مكتوبه ولذلك الإنسان يقول لي تربحي يا ابت الناس لما نكملش معاك أو توصلها إلى والدية وأنا كنت غضباء وكنت مليش مليحة هذك الوقت وغضبت يمة وبيتها زعفانة مني وإن حيب توصل لنا نحارة كيف تقدر تقدر تحط راسك على المخدى وترقد إلا هما ممت في الليل رك هذك النهار ربك بضروحك كيف تحلها مع رب العالمين كيف تقابل الله كيف تقابل الله عز وجل وأنت تخون العهد وتخون الكلمة وتخون المجالس لذلك أنا قدر علينا أن نحذر من هؤلاء علينا أن نحذر من هؤلاء وهذا واحد من بين مواقع تواصل الاجتماعي كنت سمع في عهد بابا وباباك ولا يمة ويماك وجدودنا إنه جا راجل وسامحوني بلكن سيزعفهم أني كنا نقولوا لي تنقل الهضرة غير مرابرك ولي تغير غير مرابرك وكنا لما يقولوا لهم عليك لكل مراب بالفترة رب العالمين ويخلقها كاك لي ينقل الهضرة رأهم مرابرك لي يدي الهضرة ما بين هذا وهذا باش يحبس هذا من خدمته أو باش تحبس هذه المرأة من عند رجلها أو بيطلق فلانة من رجلها أو بيطلق رجل من مرته كنا بكري ذي ما كانت كاينة كانت كاينة ولكن لما تكون في محيط ضيق هذا الراجل السلام عليكم ما يقولوا هالوش والله السلام عليكم يدخل القهوة يخرج الرجال حتى بالنسبة احنا ننسا كان يقولون ما تدخلوهاش لبيوتكم نقالة الخبورات هذيك وخائنة المجالس ما تدخلوهاش لبيوتكم اليوم والله ما وقع التواصل الاجتماعي اجتباحت كل شيء تحكي معها لا نيتك وديرو أخ وتقول لغة في الكلام يا أخي شو كلمة هذي يا أخويا هير بر ربي وليك شو وش عندي وش عندي وش صرى لي مشكل كافتير ذكره ويروحوا حشية يجمع بيها في القهوة عار تعار تحكي مع صديقتك وتقول ليك على بالك يا صديقتي انه موس واحد يذبحنا شوفي اليوم وش قال لي الزوجة تاعي اليوم الزوجة تاعي ولا قال لي هذا الكلام ما عرفتش نتصرف وفي بالير خلاص خلاص بركاته معاه تحكي في أسرارك الزوجية وتقول فيك وفيك اسمع هاي لابيل أنا مسجدت لك لابيل مع أن القانون القانون واضح القانون يعاقب يعاقب بخيانة المجالس أكيد التقاط الأصوات لشخص بدون رضاه أو تصوير أشخاص لشخص بدون رضاه ولكن يبقى عقاب قانوني شحالك تحكموا لي ست شهر عام نفضى ندخل للحبس ونخرج سلكها مع رب العالمين يا خائن المجالس ونتائجها أكبر بالعقوبة ونتائجها أكبر أنا كنت طلق وراجل يطلقني وليخرجوني من أميناء العمل أو إذا أنه عطيت لك سر من أسرار أخلاص انتهى انتهى كل شيء كل شيء شكرا لك كانت رسالة المميزة وكان كلام يعني الكلام دائماً يا طول في هذه الليقاط نحاول دائماً من خلال برنامجنا أننا نصلح ما يمكن إصلاحه وهناك طبعاً نتمنى أن تكون فيها استجابة طبعاً نصلحه أنفسنا وهذا الشيء نحن دائماً نعالج الفئة لا نعمم دائماً نعالج ما هو سلبي ليصبح إيجابي لأنه في مجتمعنا الحمد لله هناك إيجابيات ما زل فينا الخير في أمهاتنا في أخواتنا في عائلتنا في محيطنا الحمد لله والدليل أنه اليوم نقف أمام الجمهور ونوجه هذه الرسائل هذا دليل أنه ما رأيك سيد الكريم وهذا كلام قبل ما نقول لي نقول لك نتا شخصياً لأنه أعتقد أنه أول من استضفني للحديث عن قضايا السحر والشعوات كان من هذه القناة وكنت معكم أنتم شخصياً ومن بمبر قناة زيرتيوب يومها سألتني وقلت لي لماذا القانون الجزائري لا يعاقب السحر والدجال في قضايا السحر والدجال أطلق أن القانون الجزائري ليس فيه ما يعاقب لفظ سحر ولا لفظ مشاعرذ ولا دجان ولكن يعاقب من باب النصب ورحتيال وأن أتذكر جيد جميل جداً هذه وصلت الرسالة لا نسألهم جزاء ولا شكور إنما أجرنا على الله رب العالمين الحمد لله على كل ما نقدمه في هذه القناة أستاذة الكريمة تحياتي لك شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم مشاهدين الكرام طبعاً الحديث كان شيء مواقع التواصل الاجتماعي كل ما يحصلوا فيها نتمنى أننا كنا يعني خفيفين عليكم وأفتناكم بكل هذه المعلومات سنلتقي بكم في أعداد أخرى ومواضيع أخرى دمتم في رعاية الله وحبته سلام الله عليكم